على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مؤخراً ولاية لوجون الشرق والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين ومع تزايد وتكرار موجات العنف والاختطافة بات الأمر يتطلب تحركاً لاحتواء العنف ومنع الاعتداءات المتكررة وعليه فقد عقد رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس دي بيتنو اجتماعاً مع أبناء الولاية من الكوادر السياسية والنخبة المثقفة وذلك في مسعاً من فخامة رئيس الجمهورية لتبني موقف موحد ضد ما يجري من فوضى سياسية من خلال تبني بعض السياسيين لخطابات سياسية تدعو إلى الكراهية والعنف وتقسم الشاديين كما أراد رئيس الجمهورية من هذا الاجتماع أن يستمع إلى آراء هؤلاء الكوادر حول الأحداث الجارية ومن ثم العمل على مواجهة هذا التحدي الذي قد تنعكس تداعياته على سير الفترة الانتقالية واستقرار البلاد وخلال الاجتماع ذكرهم رئيس الجمهورية بأن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب مشاركة الجميع في تعزيز القيم المجتمعية مثل التسامح، التعايش السلمي والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي بعيداً عن الخطابات السياسية التي تحرض على الكراهية والعنف ترجمة نانسيج الاجتماعي رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع حثى كوادر ولاية لوجون الشرق على توعية المواطنين بأهمية السلام والأمن والمشاركة في العودة إلى النظام الدستوري مشيراً إلى أن هذه الأمور هي أولوية بالنسبة لشاد في ظل المرحلة الانتقالية موسيقى موسيقى